ما الذي لدى الشعب الفلسطيني؟ ما الذي لدى حباس حتى تقاوم بهذه الضغوة؟ لديها الشعوب أول شيء الشعب الفلسطيني نفسه ولديها أيضا الشعوب العربية والإسلامية أنت ناسي أنه منذ أربع سنوات الشعب الفلسطيني يخوض حربا شرسة حتى التأييد له كان ضعيفا الآن يمكن أن يكون تأييد له أقوى من الأربع سنوات الماضية الشعب الفلسطيني عنده إمكانية المواجهة للصمود لمواصلة الكفاح حجم الضغوط التي تمارس على حماس ضغوطها إلى جدا الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية حتى الدول العربية ربما تمارس ضغوطا على حماس الكل يضغط على حماس هذه قصة الشعب الفلسطيني من 70 سنة يا عمي إمتى الشعب الفلسطيني لم يكن يتعرض إلى ضغوط كبيرة؟ ولكن هذه الضغوط أنا برأيي هي أيضا هشة الآن صحيح أن أمريكا الآن وأوروبا تضغط على حماس بماذا تضغط؟ يريدون أن يضغطوا بالأموال يريدون أن يضغطوا بالسياسة ولكن هم الآن في معارك كواسعة في المنطقة هم الآن في العراق، هم الآن أمام إيران هم الآن في لبنان فليتفضلوا يفتحوا الجبهة الفلسطينية أيضا لا تظن أن هذه الضغوط لا يمكن تكسيرها لكن الجبهة الفلسطينية جبهة أساسية قبل كل هذه الجبهات ومن قديم ولذلك يجب أن تفتح هذه الجبهة ويجب أن لا تنتظر هذه الجبهة حتى يصفوا حسابهم مع إيران ومع العراق ومع سوريا ومع لبنان ثم يأتوا للقضية الفلسطينية عندئذن لن يبقى للشعب الفلسطيني شيء حتى هذا الذي ما الذي لدى الشعب الفلسطيني؟ ما الذي لدى حباس حتى تقاوم بهذه الدولة؟ لديها الشعوب أول شيء الشعب الفلسطيني نفسه ولديها أيضا الشعوب العربية والإسلامية أنت ناسي أنه منذ أربع سنوات الشعب الفلسطيني يخوض حربا شرسة حتى التأييد له كان ضعيفا الآن يمكن أن يكون تأييد له أقوى من الأربع سنوات الماضية الشعب الفلسطيني عنده إمكانية المواجهة للصمود لمواصلة الكفاح أما تعتقد أن حماس في ورطة بسبب هذا المواصل؟ يخي الشعب الفلسطيني انتخب مين؟ مش فاهم أنا انتخب حماس وعارف مين هي حماس انتخب الانتفاضة الشعب الفلسطيني وقف أربع سنين هو جانب هذا الخط هو شعب الفلسطيني حتى تحل مشاكله الداخلية؟ نعم مش وارد المشاكل الداخلية المشاكل الداخلية لو كانت هذه المشكلة تلاعمل انتفاضة ولا عمل مقاومة ولا عمل شيء ولا تحمل كل الضغوط اللي صارت عليه هذه المشاكل دائما القضية السياسية القضية الفلسطينية فوق كل شيء الآن يأتي العدو الصهيوني ويمس المسجد الأقصى أو يمس القدس وسوف ترى ليس فقط شعب الفلسطيني كل الأمة العربية وكل العالم الإسلامي سوف ينتفض ولن يسمح له لا تقول لي هلا الأكل والشرب إلى آخرية هذا موجود يتدبر أمره للشعب الفلسطيني ويمكن حل هذه القضايا جزئيا ولكن يجب أن تكون في المرتبة الثانية من الحيث الأهمية وليس بالمرتبة الأولى خالد مشع الرئيس المكتب السياسي لحماس كتب مقالا أمس نشرته صحيفة الجارديان البريطانية وجه من خلاله رسائل إلى الأطراف الداخلية والخارجية كان متشددا في خطابه لا سيما تجاه إسرائيل والاتحاد الأوروبي وأمريكا وقال لن نعترف أبدا بشرعية دولة صهيونية أسست على أرضنا تكفيرا عن خطايا الآخرين لكنه عرض هدنة طويلة الأمد في حال موافقة إسرائيل على مبدأها هذا الخطاب المتشدد هل يصلح في هذا الوقت الذي ينتظر فيه الجميع من حماس ملاينة وهدوء وتغيير في خطابها وفي لهجتها بالعكس أنا أراه خطاب جيد جدا ومناسب جدا وجاء في أوانه وهذا الخطاب الذي يجب أن يقال الآن وأكثر من هذا قصة الهدنة أيضا يجب أن لا يبحث فيها إذا كانت هدنة طويلة قبل أن يهدم الجدار وقبل أن تستنقذ القدس وقبل أن تفكك المستوطنات وقبل أن يضحر جيش الاحتلال إلى موراء خطوط الهدنة عن أي شيء تتحدث وهذه أشياء إسرائيل حققت فيها مكاسب رهيبة جدا ولا يمكن أن تتراجع عنها هل بنوا الجدار حتى يهدموا؟ يهدم عينك عينك المهم إذا وجه بمقاومة شعبية فلسطينية مدعومة عربيا وإسلاميا وأنا برأي الرأي العام العالمي حتى الرأي العام الأوروبي سوف يؤيد ذلك يهدم هذا الجدار وعيب على أمين عام الأمم المتحدة أن يتحدث عن الاعتراف وأمامه قرار من المحكمة العدل الدولية بهدم الجدار وأن هذا الجدار غير شرعي ولا يتكلم كلمة عن هذا الموضوع تتكلم عن دور الشعوب والحكومات العربية والإسلامية أما تعتقد أن معظم الحكومات العربية التي تدير أنظمتها بأشكال ديكتاتورية خائفة ومرعوبة من فوز حماس؟ هذا سيف ذو حدين الخوف الرعب هذا بدل ما يكون خوف الرعب من أمريكا يكون خوف الرعب من الجماهير وخوف الرعب يؤدي إلى مواقف جيدة وليس إلى مواقف متخاذلة أنا أرى أن الظرف الحالي ليس فقط حقوقنا والتمسك بثوابتنا وإلى آخرية هذا شيء يجب أن لا نتنازل عنه وأن نصر على دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وهدم الجدار واسل انقاذ القدس تحت كل الظروف أيضا أرى أن الوضع السياسي مناسب وميزان القوى يسمح بمثل هذه القفزة بتصعيد أشكال النضال مش بالضرورة إطلاقا أن تقوم عمليات عسكرية وإلى آخرية في الداخل وإنما بانتفاضة سلمية يجمع عليها الشعب الفلسطيني تؤيد من الشعوب العربية وتؤيد عالميا ويبقى السلاح للدفاع في حالة هجوم إسرائيلي أو اقتحام على المناطق أو اعتداء عليها هناك سلاسة شروط من بينها أن تجرد حمس من سلاحها وأن تعترف بإسرائيل وأن تتخلى عن خطابها بتدمير إسرائيل جواب عليه خالد مشعل جواب عليه الأخ سماعي الهنية جواب عليه كل قرية حمس أنه هذا السلاح لا يمس وهذا السلاح بأيدي الجماهير للدفاع عن نفسها الآن حيكون وبنفس الوقت لا يمكن أن يسمى هذا عنفا نحن كنا نخوض مقاومة ولم نخوض عنفا النقطة الثانية الاعتراف بإسرائيل بأي إسرائيل نعترف بأي حقوق ما هي حقوقنا نحن أولا كل الذين يتحدثون عن حق وجود إسرائيل الاعتراف بحق وجود ما هي حقوق الشعب الفلسطيني هل له حق أن يهدم الجدار أم لا هل له حق في القدس أم لا هل له حق في المسجد الأقصى أم لا هل له حق أن يتحرر من الاحتلال أم لا شو بتقول لي أنت المستطنات هل هون من حقها أن يفككها أم لا هذه فيها حتى قرارات دولية هذه فرنسا وبريطانيا وأمريكا وروسيا كلهم موقعين عليها أنه هذه غير شرعية وهذا يجوز أن تبقى ليش ما بنتمسك فيها مش فاهم أنا وإذا ضلينا نتراجع لأين بدنا نتراجع لأين أنا مش عم بتحديث في الحماس ولا أنا ببيع يعني ولا بزايد على حدا ولكن أنا أقول أن الشاب الفلسطيني خاد أربع سنوات من صراع شديد هذه لازم يعرفها الكل وتذكر لما قامت الانتفاضة الأولى ثم الانتفاضة الثانية كل الصحفيين كل الآن اللي بتكلم بللك هذي أبو أسبوع بيقدرش يتحمل الشعب الفلسطيني أكثر أسبوعين ثلاث أسابيع هاي دامت أربع سنين وتكللت بإضطرار شارون أن ينسحب من غزة بدون قيد أو شرط لولا هذا الاتفاق يعني الفضيحة اللي صار هو اتفاق فرح رفح وإلا كان كمان حتى من الحدود انسحب بدون قيد أو شرط كان في نص مشروعه الأول النقطة الأخرى جاءت الانتخابات أيضا تتويجا لانتفاضة الأربع سنوات يعني حينما راقبت كتابات الصحف الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي وجدت كثير من المقالات تصب في إطار الدعوة إلى أن حماس هي التي تستطيع أن تبرم سلام حقيقي مع إسرائيل وأن يعني إسرائيل يمكن أن تبرم اتفاق قوي مع حماس بحيث أنها تعيش في استقرار وفي سلام ومن الأشياء التي نبهت لها الصحف الإسرائيلية أيضا أنها المرة الأولى التي تنتبه فيها إسرائيل إلى حجم وضغط وقوة الشعوب العربية وقدرتها على تغيير الأنظم وهذا إذا المرة الأولى يعني هذه بتكون كارثة بالنسبة لهم لسه همين ما شافوا إشي من الشعوب العربية ولا شافوا إشي من الشعب الفلسطيني لاحظوا أنه كل سنة عن سنة بتصاعد هذا ما بقل الشعوب العربية كانت في سنة 48 شيء والآن شيء والشعب الفلسطيني كان بهذاك الوقت شيء والآن شيء مع أنه لا ينكر ذلك النضال وذلك التأييد وذلك الكفاح لا شكا مهم ولكن الآن الأمور تصاعدت وأصبحت أكثر حزما نحن نصعد وهم يهبطون الآن هل هناك صدمة تعيشها الحكومات العربية من جراء نجاح حماس؟ يعني للأسف إذا كان هناك صدمة يجب أن يكون أسفا شديدا لأنه لا يجوز لا يجوز لأي عربي سواء كان مسؤولا أو كان من النخبة أو كان صحفيا أن لا يرى أن لا يرى على الأقل في هذا النجاح ما رآه بوتين رئيس روسيا بأنه صفعة شديدة للسياسات الأمريكية والسياسات الإسرائيلية أنا لا أعرف من هو الذي لا يريد أن تصفع السياسات الأمريكية والإسرائيلية من خلال الناخب الفلسطيني بوتين فعلا اعتبر في تصرحات مشرت له أمس فقط أن فوز حماس صفعة قوية لواشنطن وسياساتها في الشرق الأوسط مؤكدا أن موقف بلاده يختلف من الحركة عن الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي كيف تستفيد حماس من موقف روسيا؟ هو ليس بالمناسبة فقط قال أمريكا بس هو في الحقيقة السياسة الإسرائيلية وصفعة للسياسة الإسرائيلية لأن السياسة الأمريكية هي السياسة الإسرائيلية في فلسطين في المنطقة على الصعيد الخارجي الآن كيف يمكن لحماس أن تستفيد؟ أنا برأيي حماس يجب أن تدخل في حوار جاد لأنك تحدثت عن ما يسمى بالظرف الدولي يسمح بهذا خاصة في أمريكا الجنوبية في الآن عدة دول أنتو خبر أساء معادين للسياسة الأمريكية تصاعد عداء للسياسة الأمريكية في العالم؟ بالضبط إذا تحدثنا عن العلاقات الدولية يجب أن تبدأ حماس في الحوار مع روسيا في الحوار مع الهند في الحوار مع الصين الحوار مع أمريكا اللاتينية يجب أن تعزز علاقاتها مع كل الظاهرة الجديدة العالمية ظاهرة الفقراء الذين ينتخيبون يعني الأجنحة التي بدأت معها منظمة التحرير في العام 65 لماذا؟ لا ما هذا اللي صنع الثورة؟ هذا اللي صنع الثورة هي ثورة فكرك أمام كل الضغوط كيف صمدت كل هالسنين؟ شو يعني اللي صار هذا ننسى؟ وجينا راحلنا على أمريكا وراحلنا أوروبا وإسرائيل ملأت كل الأماكن التي خرج منها أو تراجع منها الفلسطينيون بعد ذلك الصين، روسيا، كل هذه الدول أكلت هوا فيهم لولا سأجأ أسل ورجع لمواقعها للصين ولكن أنا أقول أنه الرهان على أمريكا والرهان على أوروبا خصوصا خلال هذه الفترة الأثيرة توقعك إلى الدور الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية في الفترة القادمة؟ أنا برأيي الذي يجب أن يعيد النظر في سياساته ويتأمل ما حدث هو الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي كان مأمولا منه أن يلعب دورا أكثر إيجابية وأكثر تميزا عن موقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي وكان لهذا إشارات واضحة في السياسة الفرنسية وبالسياسة الألمانية لكن الآن هناك نوع من السقوط وحتى قرارات الرباعية من سنتين أو سنة ونصف كلها سيئة طيب الكرف أو معدل الخطاب الأمريكي يتراجع يوما بعد يوم عما كان خطابا متشددا إلى الخطاب الإسرائيلي كذلك حتى أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي شاء المفاز يوم الأحد المضى قال إن الحركة بدت إلى الآن سياسية وتتحلى بالمسؤولية كأنه نوع من الغزل بعدما كانوا يرفضون رفضا قاطعا أي علاقة مع حركة حماس هل سيجبر هؤلاء المتشددون على أن يجلسوا مع حماس وأن يرضخوا لها وأن يعترفوا بها؟ ليس الآن بعد أن ترتب بيتها حماس بقوة تتفق مع فتح تتفق مع محمود عباس تتفق مع فصائل المقاومة كلها تعزز جبهتها العربية تعزز جبهتها الإسلامية تحل مشكلة الأموال من جماهير المسلمين والعرب من الدول العربية وأيضا تعزز علاقاتها الصينية والروسية والهندية والعالم ثالثية ثم تحاول الأوروبيين وأخيرا يمكن أن تتكلم مع الأمريكان أخيرا مش من الآن لأن البداية بهذا يعني الوضع أنه نبدأ بأوروبا الأوروبا عارفة أوروبا بس عم تعطينا شروط شروط مهينة مش عم بتعامل الشعب الفلسطيني كشعب له إرادة وله اعتزاز بنفسه لا يعرفون أننا يعني استراتيجية إيران في تعزز موقفها الداخلي وتعزز علاقتها مع الدول المعادية لأمريكا جعلها بعد ذلك تواجه وهي تشعر بقوة هل تريد من حماس أيضا أن تعزز علاقتها الداخلية ثم تعزز علاقتها بالدول التي يمكن أن تدفعها زمان مش أنا اللي أريد الشعب الفلسطيني اللي أراد انت كيف فكرك شو جاب حماس يتساوي إذا بده جاب حماس يتساوي مشان تعمل زي ما كانت عامل الحكومة الفلسطينية السابقة ما كانت موجودة الحكومة الفلسطينية السابقة هو غيرها ليش الحكومة ليش أعطى هذه الثقة أنا مش فاهم إذا كانت السياسة هذيك السياسة العظيمة والناجحة والعقلانية طيب ما قدموا لكم كل شي هلأ أنت خد تجربة تفتح يا أخي أنا أعرف تجربة تفتح تفتح راهنت على أنه إذا كانت مرنة وبدأوا يزحلقوها خطوة ورا خطوة أنه أول شيء يعترف قولي مستعدة تقبلي بقرار 242 بلاش بالقرارات الدولية عموما هيك قوليها وبعدين وصلت حتى آخر شي طيب شو كانت نتيجة الشهيد ياسر عرفات أنهم قتلوا بالسم يا رجل أعطاهم أكثر ما ممكن أي إنسان يتخيل حتى فيدرين وزير خارجية فرنسا الأسبق قال الفلسطينيون قدموا من التنازلات ما لم يكن أحد يتصور أن يقدموا عليه ومع ذلك قل لي الكيان الصهيوني ماذا أعطاهم والاتحاد الأوروبي كيف طور موقفه وأمريكا كيف طورت موقفها حتى الآن أصبحوا لا يتحدثون على القدس حتى مواقفهم خربت يعني كانوا أول كلهم يعلموا أنهم ضد الاستيطان أنت ذلك تطلب من حماس أن لا تتنازل لا تتنازل عن إش لأنه هي عايشة تتنازل عن الاحتلال يا أخي هي بتقول إيش الأهداف اللي طريحتها الآن بالطالب بإزالة الاحتلال بالطالب بالسنقاذ القدس بالطالب بإزالة المستوطنات بالطالب بدحر الاحتلال إلى بالطالب أنه ما تتقطع أوصالنا بطريقة اللي تقطعت فيها هذا سقف مرتفع تماما لتقاومة لا هذا سقف حد أدنى سقف المرتفع نريد نحكي بيافة وحيفة أما تقول لي هذا سقف مرتفع من إمتى كان سقف مرتفع أصلا فتح كانت تسميه لحد الأدنى كانت تسميه لحد الأدنى هذا الكل بيسميه لحد الأدنى كانوا يترجونه بس يقبلوا بقرار المتين اتنين واربعين إسرارك أو وصفك صرنا هلأ لازم نقبل بالوضع الراهن مش معقول يا أخي هم أنت لما تأخذ الموقف الصحيح الآن هم سوف يترجون يا حماس أن تقبل بقرار المتين اتنين واربعين تقبل بهذا وتعترف فيه حتى هذا يعني الذي يحفظ حدود ما قبل الخمس من يونيو حتى هذا سوف يطلبون منها تفعل ذلك كخطوة حتى يزح القوة ولكن أنا برأيي يجب أن يكون الانسحاب بدون قيد أو شرط وتقوم دولة على منطقة محررة ومستقلة وبعد ذلك كل حادثا حديث إذا بدون يبحثوا في قضايا العودة بقضايا الحل النهائي تبحثوا دولة تمتلك إرادتها تمتلك حدودها تمتلك مساعداتها الخارجية ليست الأوروبي والأمريكي أنه في كل لحظة يقدم لنا شروط على المساعدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر